وقع رئيس البرلمان العربي عدل العسومي ورئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز صاحب جافاروفا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين المنظمتين والتنصيق في المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية وذلك بما يدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأكد العسومي خلال اللقاء حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز منذ تأسيسها مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعول على الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الشبكة كتجمع برلماني عالمي لدعم القضية العربية وتناول قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلا وإنصافا